في إطار عملية التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حملة لترويج الخدمات الإلكترونية الضريبية وستم من خلال الحملة التي أطلقت بالتعاون مع مشروع إدارة المالية العامة التابع للوكالة الأمريكية للإنماء الدولي تحفيز المكلفين للاشتراك بخدمات الحكومة الإلكترونية الضريبية التي توفرها الدائرة عبر إرسال رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي وعقد ورشات توعوية وترويجية ونشر مواد وثائقية وتعليمية وإعلامية وإعلانية لتعريف المكلفين بكيفية استخدام هذه الخدمات والتي ستوفر عليهم الوقت والجهد والمال مدير عام دائرة أضريبة بشار ناصر بيّن أن عدد المكلفين المشتركين بالخدمات الإلكترونية الحاصلين على اسم مستخدم وكلمة مرور تجاوز سبعين ألف مشترك فيما بلغ عدد المكلفين الذين قاموا بتسليم إقراراتهم إلكترونيا نحو واحد وسبعين ألفا وخمسمائة مكلف وأعلن أنه مع بداية العام القادم سيبلغ عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة للمكلفين عشر خدمات أصبحنا الآن نوفر خدمة تقديم الإقرار الضريبة ودفع الضريبة إلكترونيا الحصول على براءة الذمة حصول على الرد الضريبة إلكترونيا حتى نخفف على المواطن مراجعة الدائرة ونخفف أيضا على الدائرة جهدا ومالا وقتا للمكلف والدائرة ترجمة نانسي قنقر